بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم دروس في الحج الدرس السادس التلبية شعار الحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين المحرم إذا عقد الإحرام فإنه يستحب له أن يلبي وأن يشتغل بالتلبية لفظها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ومعنى لبيك إجابة بعد إجابة إجابة لدعوة الخليل عليه الصلاة والسلام لما أذن في الناس بالحج بأمر الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ظامر فكل من حج أو اعتمر فإنه مجيب لدعوة الخليل ولأذان الخليل ولهذا يقول لبيك فالتلبية شعار المحرم ومعنى التلبية الإقامة أي أنا مقيم على طاعتك ومجيب لدعوة خليلك إقامة بعد إقامة لا شريك لك كانوا في الجاهلية يلبون ولكنهم يقولون لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك هذه تلبية الجاهلية خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لبيك لا شريك لك أخلص التلبية لله عز وجل لا شريك له فيها لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك شوف كرر لا شريك لك للتأكيد على أنه يجب على الملبي أن يخلص نيته لله عز وجل ويكرر هذا فالتلبية هي شعار المحرم من حين ينوي الإحرام حتى ينتهي من الإحرام فإن كان محرماً بعمرة فإنه يلبي حتى يشرع في طواف العمرة حتى يشرع في طواف العمرة وإن كان متمتعاً بالعمرة إلى الحج فإنه أيضاً يلبي من حين يحرم إلى أن يشرع في طواف العمرة وكذلك القارن يلبي حتى يشرع في طواف القدوم كل هذه أمور يجب على الحاج أن يتفطن لها ولكن يلبي بين الحين والآخر بين الفترة والأخرى ليس من لازم أن يشتغل بالتلبية دائماً ولا يقطعها أبداً لا لكن من فترة إلى فترة ويكثر من التلبية وخصوصاً إذا أقبل الليلة وأقبل النهار أو التقى بالحجاج والمعتمرين أو على مرتفعاً أو منخفضاً فإنه يلبي ويكثر من التلبية لله عز وجل لأنه مقبل على الله مجيب لدعوة الله سبحانه وتعالى فالتلبية هي شعار المحرم المحرم